نحكي بأمراض السدي اللي هي أمراض متروعة وكتيرة السدي بالرغم أنه هو مر أضن حنان والعاطفة والإرضاع للطفل إلا أنه هو يحمل تسير من الأمراض منها الأمراض منها الطبيعية والسليمة ومنها الحالات المقبل الخبيسة ومنها الحالات الخبيسة أمراض السدي منها ما هو سليم ومنها ما هو خبيس نسبة السليم كبيرة جدا تساوي 67.8% من الأمراض السلي منها الكيسات والألياف والخراجات والتوسع الأقنية الحليبية وما إلى ذلك وهناك حالات مقبل سرطانية تكاسرية ممكن أن نكتشفها أما الحالات الخبيسة والسرطانات فهي لا تشكل أكثر من 1.8% فهي نسبة ضئيلة فكل سيدة تعاني من مشكلة السلي لا يعني أنه سرطان لا يعني أنه مشكلة كبيرة في حال وجود أي مشكلة نحن نلجأ إلى البزل وإلى الخزعة عن طريق البرع أو عن طريق التروكات أو الخزعة الجراحية لتحليل الجزء النسيجي وتحديد نوع الإصابة الأسباب التي تؤدي إلى السرطانات كثيرا الأسباب تخفى عن السيدات من هذه الأسباب زيادة الوزن وزيادة المدخول من المواد الدسمة التدخين العادات السيئة الأخرى كالشرب الكحول والأرقيلة وما إلى ذلك قلة الرياضة أهم شيء يؤثر في أمراض السدي هو عمر المريضة وفي حال وجود مرض وراسي سابق بالعائلة العمر المناسب لأمراض السدي هي من الأربعين للخمسين عند السيدات دون الأربعين قلنا ما يظهر السدي إن في حال وجود وراسي بالموضوع السيدة لديها جدة أو عم أو خالة أصيبت بالسدي بسرطان السدي بعمر الأربعين فنمكن هذه المريضة أن تصاب بعمر أبكر من ذلك من هذا الباب أنا أنصح كل السيدات عالميا من عمر الأربعين في إجراء فحوص ثورية للسدي من الفحص والجس والتأمل عند الطبيب إلى الإيكو إلى الماموغرافي وفي حال وجود عامل وراسي يفضل من ستة إلى خمسة وثلاثين مع التنويه إلى كل السيدات كل سيدة يجب أن تعلم كيف تقوم بفحص السدي بنفسها دائما وبشكل دائم يجب فحص السدي بكف اليد وبشكل دائري حتى الأبط في حال شعور أي كتلة في أي وقت في أي عمر ممكن أن نلجأ مباشرة إلى الطبيب ولكن السيدة التي ما حسنتي التي تفحص نفسها عليها بزيارة الطبيب فوق سن الأربعين لا أقل من فحص كل سنة مرة يجب أن ننوه إلى أن السرطان يصيب الجزء الغد من السدي والجزء الأقني القنوي من السدي وبهذا فهو ممكن أن يصيب الرجال فنسبة السرطان السدي عند الرجال من نسبة السرطانات الكلية هي 1% عفوا 0% لـ 1% من سرطانات السدي فهو يوجد عند الرجال ويكون على حساب الأقنية في السدي وهو خطير وقاتل عند الزكور في حال لم يتم كشف مبكرا ويتم الكشف بشعور بكتلة ضمن السدي تستأصل وتعالج في حال تم الكشفها باكرا مهمة الكشف الباكر أن أكتشف هذه الكتلة وهي بسن بعمر أصغر وبحجم أصغر أي قل من 2 سنتي عندما يبلغ حجم الكتلة أكثر من 2 سنتي إلى 5 سنتي هذا السرطان أعطى أنتشارات ولكن يمكن السيطرة عليه باستعصال وبيعلاج كيماوي وشوعي وإلى ما لذلك أما في حال كان السرطان أكبر من 5 سنتيمتر هذا السرطان منتشر وأتت المريضة بوقت متأخر جدا مهمة الكشف المبكر هو الكشف عن السرطان في بدايته حيث تشعر السيدة أو الطبيبة بكتلة ضمن السدي وبإجراء الفحوصات اللازمة والخزعة نكتشف أنه سرطان وعلينا علاجه حاليا كل سرطان له علاج في عنا من السرطانات الموضعة هذه استعصال وبعض العلاجات تكافئة هناك سرطانات غازية اكتشافها باكرا ينقذ حياة المريضة هو سرطان خبيس وغازي وشرس باكتشافه نقل المريضة من مآسي كبيرة فقط نكتفي باستعصال السدي والجزء من الأبط والعلاج الكيمامي والشععي ومتابعة المريضة كل 6 أشهر أو سنة لاكتشاف عودة الخباسة أو لا بالنسبة للوقاية موضوع الرضاعة موضوع هام جدا 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 فكل سنة رضاعة تخفض نسبة السرطان بنسبة 4% ونحمول تخفض نسبة يعني كل حمل يخفض نسبة السرطان عند السيدة 7 إلى 8% لذلك فهو أكثر انتشارا عند السيدات الغير مرضعات وغير منجبات الرضاعة الطبيعية تخفض من نسبة السرطان الرياضة تخفيف الوزن انقاص المدخول من المواد الدسمة الأدوية الهرمونية قلة استخدامها الأدوية الهرمونية وخاصة للأستروجينات هي أدوية محرضة للسرطان ومسرجة لنمو السرطان فكل أدوية مانعة الحمل أو أدوية الاستروجينية أو التنظيم وما إلى ذلك هي أدوية ممنوعة عند السيدة لا يمكن للسيدة استخدام موانع الحمل الفموية لأكثر من 5 سنوات في حال استخدمت العشر سنوات يعني شبه مؤكد أنها ستصاب بسرطان وفي النهاية تبقى المراقبة المستمرة والكشف المبكر عن السرطان هو المقياس الذي نتبعه لتخفيف المرض على السيدة السرطان مرض مخاتل غير مؤلم أبدا لا يؤلم عندما أكتشف لمريضة مشكلة سرطانية تتفاجى لأنها لا تشعر بأي ألم أبدا أبدا فهي مشكلة فهو مرض مخاتل كشف مبكر يقين من آلامه أما في حال انتشار المرض ووصوله إلى العظم وإلى الكبد وإلى وإلى هنا يكمل الألم كل السيدات التي تم كشف سرطانهن في وقت مبكر تم الاستقصال والعلاج وهم منذ عشر سنوات حتى الآن على قيد الحياة وبصحة جيدة ويمارسنا حياتهم بشكل طبيعي تماما مئة بالمئة السرطانات لها أنواع لدينا أنواع موضعة نكتفي باستقصال السرطان والنسيج ما حوله أما السرطانات الغازية فهي يجب استقصال السدي كاملا مع جزء من الأبط والمعالج من ضد السرطان كل الأغزية التي تزيد من الوزن والتي تحتها على بواد خرمونية تؤدي لها تأثير وتساهك في نشوء السرطان المدخول الزائد من المواد الدسمية الوجبات السريعة كلها تؤدي إلى ذلك والأدوية الهرمونية نوهنا سابقا أن الأدوية الهرمونية لها تأثير شديد جدا على نشوء السرطان وتسريع تكاثره في الشمال الحر لا يوجد أي مركز للكشف مبكر على السرطان ومعالجته كان في مشفى نسائية أمراض نساء والتوليد في عزاز قسم لأوراض السدي والكشف مبكر على الأورام لكن توقف في سبب توقف الدعم يوجد في المشفى جهاز ماموغرافي ولكن توقف الدعم بشكل كامل على القسم على كل السيدات في سن الأربعين وما فوق الفحص بشكل دوري كل سنة أو سنتين حسب حالة كل مريضة هذا من الواجب تأمينه للسيدات في حال كشف المبكر نقش سيدة من عقابيل المرض بكشف مبكر ومن الجراحات التي ستتم ومن العلاج ومن أكمال حياتها بشكل طبيعي جدا فيكون علاج المريضة في بداية السرطان ليس مثل زفاية الحالة متقدمة لا يوجد عندنا في المحرر مركز لهذا العلاج ولهذا الكشف أبدا في النهاية أتمنى السلامة لكل السيدات وأقول الوقاية خير ومن قنطاري